انا ممكن اعود اصقف للصبح على الاداية الجميل جدا اللي اداه ياسين بونو المهاردة. ياسين بونو بالنسبة لي مانوز جملاتش بالنسبة لعبة تشبلية. لولا تقول لك ياسين بونو كان صعب جدا لمبارات له تروح لاكسرا تايم. تشبلية ما كانش ليه فرص خطيرة الا كرة يوسف النصير اللي تصدالها الفنسة عليه قلها. مية وعشرين ديئة تشبلية ما كانش خطير جدا اعلى مرمى فريق واستهام. واستهامل للناحية التانية عمل مباراة مميزة جدا. لولا تقول لك ياسين بونو والدنيا ما كانتش راحت اكسرا تايم تاني وتالت وربع. هدف تومس شوشك هرف جميل جدا. فرقة او استهاملت مباراة مميزة جدا جدا قدام فريق اتشبلية النهاردة. استحقوا ان هم يكونوا كاسبانين. سعيد بالرحمة اقدم اداء قوي جدا. بس للاسف شريد ما كانش قادر ان هو يترجم الكلام ده لاهداف او يترجم الكلام ده لفرص من حقاكة زمال ان الامانة اتشبلية عمل مباراة دفاعية. انا استقلبتها بصراحة اللي هو انا جاي على انه اللي بتيجي بيلعب كرة جميل. اللي بيحب الاستحواز اللي بيحب ان هو يمسي الكورة وينقل من رجل لرجل. بس لما رجعت شفت نتاج الاخيرة اللي بتيجي لقيت ان اغلبها تعادلات. ودنيا بالنسبة اللي بتيجي بدأ المنحنى يكون منخفض شوية. فلو بتيجي ويتشبلية مع الاسف الشريد النهاردة كانوا سيقين بدرجة غير طبيعية. بدرجة متخليك طويل. طب هو مؤسر قوي كده في المجموعة. طب كان موجود مباراة اولى ومع ذلك ما اقدمش الاضافة الكبيرة والقوية جدا. كان مقدم اداء كويس لحد ما خرج. توماس دليني وجوين جوردن كانوا بايد. انا بالنسبة لي جوردن ما كانش موجود النهاردة بقدر ما دليني كان كويس جدا في نصف الملم. اما خصوص نفاس فبالنسبة لي ما اقدمش اداء واو. او اللي هو. فين يا عم مخصوص نفاس? وفين كوندي? كوندي مفترض ان هو بيسند النفاس لما بيروح اعمل اقدورة جمية. النهاردة ما فيش اقدورة جمية خالص النهاردة. قوة جميلة واستهام. قوة شخصية واستهام في الملعب اكبرت فرقة تشبلية ان هي تكون سيئة جدا جدا جدا. بس احنا بنتكلم على ان هي تشبلية بقى له فترة سايد. فمع قوة اه شخصية واستهام. قوة هجوم واستهام اللي كان فيه واحد دبابة بالنسبة لي زي ما اكبر انتوني سعيد بالرحمة بابلو فورلنس. اعتقد ان التلاكات دول ما بيكونوا في حالتهم بيكون صعب جدا مواجهتهم بالنسبة لاي خط تفاع. ما بقى لك بقى خط تفاع والفرق اللي قدامهم مستوم وتراجع. ففرقة تشبلية النهاردة للامانة لولا تقلق حارس المرمى ياسين بونو كانت خصت كتير. الفرصة الوحيدة برضو للتسجيل كانت عن طريق يوسف النسيدي. ما بقولش الكلام ده لان الاتنين لعبة مغاربة. بس انا بقول الكلام ده لان الامانة هم الاتنين دول اللي كانوا موجودين جوه الملعب بالنسبة لاتشبلية. انا كان نفسي ان الفرقة بتاعت تشبلية توصل طرابات جزائي علشان ياسين بونو يكسب فرقة تشبلية علشان الناس تحس تقدية ياسين بونو كان نجم المباراة. بس مع الاسف الشريط شفنا ان فرقة اا واستهام كان ليها رأي تاني عن طريق يار ملينكو. يار ملينكو اللي قدر ان هو يستغل الكورة التانية اللي اترادت من ياسين بونو بعد تصيب بابلو فورلانس. بابلو فورلانس شو تقوية عمل باند ياسين بونو طلع. بس الاسف الشريط راح اترى ملينكو وجول فاضي. ويار ملينكو حطاها في المرمى علشان خاطر واستهام يادر. هو يخلص المباراة دقيقة مية واربعة واسر. تاني وثلاثة ورابع لولة تقلق الحارس ياسين بونو كانت ادني بالنسبة الاتشيبالية انتهت من الديات ساية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو فهذا رايكو يحترم. السلاثة العربة النهاردة هقدم مباراة مويزة سواء بونو وسواء النصيري. منير حديد لمنزل ما كانش واو ولا كان ساية. هو ملحقش ياخد واحدة ولا لاحق يستلم كوله كتير. الناحية ساعت بالرحمة مستوى ثابت بيقدم اداء مميز جدا. فاتيات عالية جدا. شخصية قوية جدا جهة الملعب. نتمنا التوفيق للعيبة العرب المحترفين. مباراة كانت جميلة جدا. استحق فيها واستهم انه يتلعكس بها. لعجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو فهذا. احترم برده.